من سنن الفطرة السواك ومعنى سنن الفطرة أي خصال وصفات الفطرة لأنها تعيد صاحبها إلى فطرة الله الذي خلقه الله عليها فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم وعلى أحسن هيئة فتنظيف الأسنان بالسواك هو من خصال وصفات الفطرة التي تعيد الإنسان إلى طهارته الأولى والسواك معناه استعمال عود أو نحوه كفرشات في الأسنان لإزالة ما يعلق بهما من الأطعمة والروائح فهو استعمال أي شيء منظف للأسنان سواء كان عودا من أراك أو فرشات أسنان أو غير ذلك مما يصلح لإزالة ما يعلق بالأسنان من أطعمة أو روائح وحكمه سنة في جميع الأوقات وإن كان بعض أهل العلم كره السواك أو قال بكراهة السواك للصائم بعد الزوال لكن الصحيح من أقوال العلماء أنه سنة في جميع الأوقات لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه ترغيبا مطلقا ولم يحدده بوقت قال صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وقال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولذلك فهو سنة مطلقا في جميع الأوقات لكنه يتأكد فيه الاستحباب والسنية في بعض الأوقات منها عند الوضوء وكذلك عند الانتباه من النوم وعند تغير رائحة الفم وعند قراءة القرآن تضخيرا للفم عند قراءة القرآن وكذلك قبل الصلاة وكذا عند دخول المسجد ودخول المنزل والله أعلم